دلوقتي معدنا مع أهم الأحداث والأخبار اللي هتحصل النهاردة هنتابعها في التقرير اللي جاي بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فخطبة الجمعة هتكون بعنوان القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة لالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير وأن لا يزيد مدة الخطبة عن عشر دقائق النهاردة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأربعة وخمسين هيحتفي بمرور ميتين عام على ميلاد علي باشا مبارك وده هيكون الساعة سبعة بالليل بحضور جميل أطب ومصطفى الغريب ومونة مبارك مرسي وبيدير الفعلية محمد مصطفى عزوز كمان النهاردة هيشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بحفل موسيقي غنائي ضمن الفعاليات الفنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته أربعة وخمسين وده من خلال تقديم حفل موسيقي غنائي لفرقة المركز الموسيقية الساعة 2 الضهر على مسرح بلازا واحد النهاردة المنتخب الأولمبي هيواجه الجابون في التجربة الودية اللي بيعتمد عليها البرازيلي ميكالي وبيعتبرها بروفا لمبارتين زامبيا المقبلتين والحاسمتين في مشوار المنتخب للتأهل لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة اشتركوا في القناة